بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة العاشرة تناولنا في الدرس الثاني حالة تصفية الشركة شركة المساهمة في ظل الحالة الثالثة والرابعة أي عندما تبلغ خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها أو عندما تنتهي المدة المحددة لها في نظامها وتقرض جمعيتها العمومية حلها وذكرنا الإجراءات التي يجب اتباعها عند تصفية شركة المساهمة في ظل الحالتين الثالثة والرابعة وفي هذا الدرس نتناول مثال لكيفية حل شركة المساهمة في ظل الحالتين الثالثة والرابعة شركة ألباء جيم شركة مساهمة قائمة مركزها المالي في 3012405 كما يلي مجموعة من الأصول ومجموعة من الحصوم وحقوق الملكية الأصول تتمثل في الآتي بنك مليون 800 ألف والمدينين 450 ألف ومخصص ديوم مشكوك فيها 500 ألف إذن صافي المدينين 4 مليون سيارات 2 مليون ريال ومجمع استهلاكها السيارات 800 ألف ريال صافي السيارات مليون 200 ألف ريال الآلات 7 مليون ريال ومجمع استهلاك الآلات 3 مليون ريال صافي الآلات 4 مليون ريال العقارات 9 مليون ريال ومجمع استهلاك العقارات 3 مليون ريال إذن صافي العقارات 6 مليون ريال مجموعة الأصول 17 مليون ريال الخصوم وحقوق الملكية الدائنين 2 مليون ريال رأس المال 10 مليون ريال احتياط نظامي 3 مليون ريال واحتياط اختياري 1 مليون ريال وارباح مبقى 1 مليون ريال ومجموع الخصوم وحقوق الملكية 17 مليون ريال وقد اتخذت إجراءات التصفية حيث بيعت الوصول بالقيمة الآتية المبالغ بالريال السعودي السيارات 900 ألف ريال الآلات والمعدات 2 مليون 500 ألف ريال والعقارات تم بيعة بمبلغ 8 مليون 500 ألف ريال كما تم تحصيل 3 مليون 800 ألف ريال فقط من المدينين وتم سداد السداد للدائنين وبلغت مصاريف التصفية 600 ألف ريال المطلوب إعداد حسابات التصفية والبنك والمساهمين موسيقى